السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبركة على سيدنا محمد وعليه واصحاب الوري المايمين. ازايكم يا سنة سألت ابتداء عاملين اي يا ربا تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض. هناخد الدرس التاني في الوحدة التانية. فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. طبعا الفيديوهات بتاعتكم هتلاقون يحط لكم صورة الملخص بتاعكم على صورة الفيديو يعني الصورة المصاهرة بتاع الفيديو هتلاقوا صورة الملخص بتاعكم فتعرفون دي الايه الدرس بتاعتكم. تمام? وان شاء الله هعمل لكم بلاي لست كده عشان احط لكم فيها كل الفيديوهات بإذنه الرحمن بالترتيب. تعالوا هنبدأ الدرس بتاعنا النهاردة طبعا زي ما انتم عارفين الواحدة التي تتكلم على الجيمز الالعاب. فهنبدأ برضو مستمرين في ايه? الالعاب. فالنهاردة عندنا لسن تو اسمه ايه? it was very good. I was very good at hide and seek. وعندنا كمان language focus. يعني I was very good at hide and seek. يعني انا كنت شطر في اللعبة الاستغماء. طبعا hide and seek احنا واخدنا في سنة ربعة. تمام? فعارفين طبعا الالعاب. طيب تعالوا بقى نشوف الكيفو كبير بتاعتنا. اول حاجة عندنا لعبة الواسب بالحبل اللي هو آآ نقط الحبل اسمها ايه? skipping 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 طيب لعبة الاستغماء اسمها hide and seek. hide and seek. او لو هنقولها بسرعة. hide and seek. hide and seek. طيب لعبة القفز اللي هي الحجلة اسمها hopscotch. 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 تمام? طيب بعد كده الاكسترا فوكبيليريا عندنا كلمة التبشير الملون اسمه colored chalk. colored chalk. colored chalk. طيب عندنا كلمة chalk هنا. اللي فيها silent. تمام? واللي تشيه طبعا جد من صوت السيم على اله. colored بقى c o l o. وبعدين احمر رات. تمام? فسهلة جدا جدا. هي كبيرة اه? بس ان شاء الله بالطريقة دي هتكون سهل عليكم. يبقى التبشير الملون اسمه colored chalk. colored chalk. طيب الخيال اسمه imagination. 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 الشام بردو جات هنا من a من t i o n. خلاص فكلمة الخيل اسمها imagination. 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 المربعات اسمها squares. 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 ومربع واحد square. كنا بنغني square. لسه نقول ابتدائي بنوالها ازاي? sq u u a r e. sq u u a r e. هذه اللي هي المربعات square. تمام? square زباب في الدماء. طيب كلمة على الاطلاق اسمها at all. at all. at all. طيب بعد كده مشروع يعني project. 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 المنصقات stakers. 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 بمادة الرقبة اواق الرقبة اسمها knee pad. knee pad. knee pad. وطبعا الكيب برضو معنا هنا silent. الى حد ما يعني quite. 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 طيب. صعبي يعني difficult. 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 اتصلك يعني climbing. 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 ال b هنا ايه? silent برضو. للغاية يعني really. 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 جدا يعني very او so. very او so. اللي اتنين بيساوا بعض. تمام? طيب. انه يجب اغطى صرفات الافعال. عمدين الافعال المنتزمة همضيف لها يدية ايدي ايدي. started. start. started. start. started. prefer. preferred. prefer. prefer. preferred. practice. practiced. practice. practiced. skip. skipped. skip. skipped. اما بالغير منتزمة عندنا hide. hid. hide. hid. draw. drew. draw. drew. hurt. 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 fall. off. fell. off. fall. fall. off. fall. off. fall. off. right road. right road. بعد كده التعبيرات والحروف الجرة عندنا كلمة بيقلف. آآ بيقلف قصص. احنا اخدنا كلمة يقلف درس اللي فات لو انتم فاكرينها اسمها make up. يا نسي هو الميكب مش الميكب اللي احنا بنحطه في بشنا. لأ. ميكب هنا معناها بيقلف. يخترع. تمام? فقومنا بتساوي كلمة invent. يخترع. تمام? فكلمة make up stories يعني بيقلف قصص. كلمة شطر فيه يعني good at. good at. good at. good at. عكسها بقى bad at. bad at. وgood at دي لازم لازم يجو ورا حكتين. يا اما. اي ان جي. يا اما اسم خلاص. يعني اقول I'm good at playing football. انا شطر مسلا في لاعب كرة القدم. او I'm good at football. او انا شطر في كرة القدم. تمام? طيب. يرتدي خوزة يعني wear a helmet. wear a helmet. wear a helmet. wear a helmet. طبعا لازم تعرف الكلمة دي مهمة جدا. طيب. انه ممتع يعني it's interesting. it's interesting. بعد كده عندنا المين باينس ودي هنقراها مع بعض. بس قبل ما نقرا في كم سؤال كده نحلوهم. بيقول هنا اي. that children are playing and seek in the park. العطفول بيلعبوا اي. والseek. the seek دي بيقى مع كلمة دي hide. hide and seek. اللي يلوستهم مية. I always wear a when I ride my bike to protect my head. بيقول هنا اي. انا دايما بالبس اي. لما بركب العجلة. عشان احمي الهد اللي هي راسي. يبقى كده هالبس الهلمت اللي هي الخوزة. بعد كده بيقول we very hard for the basketball match. احنا عملنا اي جدا. للماتش بتاع الباسكبول. يبقى كيد practice يعني بيتمجرنا او بنتمجرنا. تعالوا انا ارى مع بعض وبعدين نشوف الايه اللانجوش فوكس بتاعتنا. بتقول لها ايه. hi rania. have you started the project about toys and games yet? hi sarah. او sarah. ما فيش مشكلة لتننصح. yes i started it on the weekend. it's really interesting. yes it is. what games did you like playing when you were younger? i thought hide and seek was fun. i was very good at hiding. i was good at it too. i could hide for a very long time. i also really liked playing hopscotch with my friends. we used different colored chalk to draw the squares. هنواف لحد هنا وبعدين ندخل في الصفحة التانية. بتقول لها ازايك يا رانيا? فقالت لها ازايك يا سارة. هنا بتقول لها هل خلصت المشروع بتاعك عن الالعاب والدماء? فقالت لها اه. انا بدأت. هي بتقول بدأتي في المشروع. فقالت لها اه. انا بدأت فيه من الاسبوع. في نهاية الاسبوع. تمام? وقالت لها دي حاجة ايه? interesting جميلة جدا. فقالت لها اه. طبعا. فبعد كده قالت لها ايه الالعاب اللي كنت بتحبي تلعبيها وانتو صغيرة. فقالت لها اعتقد الاستغمية ممتعة. فقالت لها انا كنت شطرة في ان هي في الاختباء. كانت شطرة في ان هي بتستخبى يعني في اللعبة. تمام? ادي جدت اهو جاي وراها الفعل في اي ان جي. تمام? طيب بعدين قلت لها وانا كمان كنت شطرة فيها. بتقول لها انا كنت باستخبى الوقت طويل. طبعا انتو عارفين اللي باستخبى الوقت طويل ما بمش بنلاقيه بسرعة فده بيكون هو الفيزر وينر. تمام? طيب بعد كده قلت لها انا بحب لعبة الهابسكتش اللي هي الحجلة. تمام? مع اصدقائي. و اه كنا بنستخدم التبشير الملونة عشان نرسم المربعات بتاع اللعبة. تمام? طيب تعالوا نكمل الكلام ده طبعا هنا يا ولاد كل الكلام هنا زي ما نشايفين بالكلام في ال past simple tense. الماضي البسيط تمام? تمام? فلت لها ايه? i thought hopscotch uh was quite quite good but i preferred skipping. قلت لها اعتقد ان اه الحجلة كانت كويسة لحد ما بس انا بفضل ايه لskipping اللي هو قالت لها انا كنت بحبها لكن كانت مكنتش اي شطرة فيها كده بتقول لها بعض السكيبنج اللي هو العيب النطب الحبل ده بتكون اي difficult بالنسبة لها بتكون صعبة. قالت لها yes they are. قالت لها او انا اتمرنت كثير جدا عليها مع اختي. بعد كده قلت لها او اوه ده انا اخويا ما كانش بتمرن معي وبتقولها هو ما كانش بيحب نطب الحبل واحنا دايما نكونوا بنلعب بالماربيلز اللي هو البالي. تمام? طيب مع بعضهم يعني. كده احنا خلصنا طبعا ملاحظين ان هو بكل كل كلامه على الالعاب وبنتكلم في الماضي. تمام? طيب تعالوا بقى نتكلم على favorite game او favorite toy. my favorite toy. اللعبة المفضلة. خلي بالك ان ده ممكن يجي لها paragraph تكتب عنه او email. تمام? your favorite toy لعبتك المفضلة. ممكن انت بقى تتكلم على القادل توي. ال action figure. اي حاجة من الالعاب اللي احنا اخذناها. انا ربا يا ولد كله. مرة واحدة وبعدين اي نرجع نتعلم. باي يوسف. اللي كتب الكلام ده يوسف. when i was younger my favorite toy was my skateboard. i loved going to the park and playing with my friends. they had skateboards too and it was really good fun. we all wanted to go so fast. my skateboard was black with orange and yellow stickers on it. i had to wear helmet and knee pads. it really hurts if you fall off a skateboard. i got my first skateboard when i was eight and it was quite small. i don't use it at all now because i have a bigger one. بيقول طبعا ايه? لما كان صغير كانت لعبتك المفضلة هي السكيتبورد اللي هو اللي اتصح لك. بيقول انا كنت بقى اروح الحديقة كان بيحب يروح الحديقة وكان بيلعب بها مع صحابه. وكلهم كانوا معهم برضو سكيتبورد ازاي دي. تمام? وبيقول ان كانت متعة جدا. وكلنا كنا بنجري عليه بسرعة جدا. so fast او fast. فبيقول بقى السكيتبورد بتاعته كان لونها اسود وكان عليها استقراط لونها اصفر وايه? واورنج. تمام? وبيقول بقى احنا كان لازم نلبس الخوزة وكمان اللي هو اللي بتاع بيلبسوه على الرخبة ده عشان بيقول الموضوع مؤلم لو اقمن على لوحة تزاحلوك ده. فبيكون موضوع مؤلم. فعشان كده لازم تحمي رسك وتحمي ايه? الركب. بيقول اول سكيتبورد اول لوحة تزاحلوك جيلة وهو كان عنده تمن سنين. وكان صغير شوية. بيقول دلوقتي انا مش بيستخدمه خالص لان انا بقى عندي ايه? يعني واحد ايه اكبر. خلاص كده? طيب كده الدرس بتاعنا. خلاص. بس عندنا هنا اراءة سريعة كده هنقرأه وبعدين بروح على الانجوش فوكس. هنا بتقول ايه? وين امينة واغز ليتل بيقول امينة وهي صغيارة كانت بتحب تلعب بالالعب وكانت بتستخدم بقى ليه الخيال. فكانت شطرف ان هي بتعمل بهم قصص وكمان كانت عندها عروس بيت للعروسة بتاعتها وكمان كان عندها قادل تويز اللي هي الالعاب النعمة دي زي الدب وكده الدب دب دب. وكمان كان عندها مجسمت. طيب نشوف صاحبتنا الاخيرة دي بتقول ايه? نور ريلي انجايد بلين اوتسايد وين شي واز يونجر. شي لايكت رونين كلايمين and playing تنس. شي واز كوائت جود ات فوتبولتو. بيقول اه نور هنا كانت فعلا بتستمتع باللعب ببرا لما كانت سغيره وكانت بتحب الجاري وتسلق ولعب التنس وكانت سطرة الى حد ما في كرة القدم. تمام? طيب. تعالوا بقى نروح للجرومر بتاعنا هو سهل جدا جدا جدا. النهاردة حاجة اسمها انتنس فايرز. انتنس فايرز اللي هي عبارات التوكيد. احنا مسلا عايزين نقول انا بحب الحاجة دي جدا. او انا بحبها شوية او انا مش بحبها خالص. فعندنا كلمة جدا. ولي حد ما وما فيش خالص دول انجليش هناخدهم النهاردة ان شاء الله. اول حاجة هنبدأ بها اللي هي very وسو. هندنا اول حاجة very وسو. دول بيقول لك تو يعني نقوي بهم الادجكتف. نقوي بهم الصفة. يعني بقول لك انا بحبك. خلاص. خلاص كده. يعني انا بحبك. غير لما اقول لك انا بحبك جدا. انا بحبك جدا. خلاص انا كده ايه اكدت ان انا ايه قويت ايه الحب ده. تمام? ليه استخدمت كلمة جدا. طيب بيقول لك بقى كلمة او سو لازم تيجي قبل الصفة. لازم تيجي قبل الصفة. هما بيكونوا الاول وبعدين الايه الصفة. يبقى هما بيجوا قبل الصفات. تمام? طيب بيقول لك هي is very good at playing football. يعني هو شطر جدا في الايه في لعبة كرة القدم. هنا الانتنس فير اللي هي عبرات التوكيد وبعدين الادجكتف الصفة. طيب اه سو نفس الكلام. سو برضو تيجي وبعدها الصفة. سو وفيري هما لتنين نفس المعنى وبعناهم جدا. تمام? بيقول لك some skipping games are so difficult. في بعد العب نقطة الحبل بتكون صعبة. فاخدنا so difficult للصفة. تمام? هنا بقى قوت الصفة قلت صعب جدا او شطر جدا لاستخدامة very وسو. تمام? طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. بيقول لي هنا really. really دي بقى مش بتزعل حد. بتيجي تقوي الفعل وتقوي الصفة. يعني بتجي قبل اللي اتنين. لكن very وسو ما ينفعش قبل الفعل ابدا. فسو وفيري لازم يجي بعدهم الصفة. اما really عادي بقى هاد verb هاد adjective ما فيش مشكلة. يبقى هي really هنا بتستخدم لتقوية الverb اللي هو الفعل والادجكتف اللي هي الصفة. تمام? يبقى احنا هنا بنقول I really like. الله ده like هنا في ذلك. او هتقول I was مثلا really interesting. انا كنت ايه interested. مثلا كنت مهتم جدا. تمام? فهنا وصفت او قويت الصفة وقويت الفعل. يعني هنا بيقولك I really like playing hopscotch. انا بحب بالعب الايه الهبسكتش اللي هي الحاجلة. تمام? فهنا really وصفت الفعل وقويت الفعل. انا بحب جدا. تمام? غير لما اقول I like playing hopscotch. تمام? طيب. نيجي بقى ال at all. at all هنا two strengths. بس negative sentences. في النفي. بنستخدمها في النفي فقط. ممكن تلاقي عندك اللي هو النط. اللي هو ال in apostrophe t. او ال in ot. او ان انت مثلا تلاقي كلمة no. تلاقي كلمة ايه? no. المهم ان انت تلاقي حاجة نفي. فلو لقيت حاجة نفي. هنجيب اخر الجملة at all. وتيجي. اه اخر الجملة. المنفية. تمام? بص كده معايا بيقول ايه? Asher didn't like transit at all. اثر مش بيحب لعبة الاتراض دي خالص. يبقى هنا عندي نيجي تفاهيه. didn't فاخدنا at all. تمام? طيب. اخر حاجة معايا كويت. كويت دي الى حد ما. اسمها ايه? الى حد ما. خلاص? طيب. to make the meaning of an adjective but less strong. هنقلل بقى الايه? الصفة هتبقى اقل شوية. يعني الى حد ما ماشي. حلو. لكن لما اقول لك really او very او so. لا ده كده جدا جدا جدا. تمام? بص المسال ده بيقول. I think is quite good. but I prefer skipping. بيقول انا اعتقد ان هابسكتش الحاجة دي ممكن تكون الى حد ما حلوة. بس ايه? انا بفضل ايه? اللي هو نبط الحبل. ودي عادة ياولاد كويت دي. تيجي لما يقول لك ايه انا بحب الحاجة دي? بس بحب دي اكتر. تمام? يعني الحاجة دي حلوة. بس ايه? انا بحب دي اكتر منها. تمام? فبنقول كويت. ودي بردو بتيجي قبل ايه? بعد ديها ايه صفة? يعني هي بتيجي قبل الصفة. بس بنقلل المعنى شوية. طيب كده. احنا عندنا درجات للايه? 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 الدرجة الاولى. اللي هي الكبيرة قوي. عندنا اول حاجة very. we saw. we really. دول الايه? الاقوية بيقوض صفة جدا. تمام? دي اول حاجة. تاني حاجة عندنا اللي هي الايه? كويت. دي بقى الى حد ايه? ما. رقم تلاتة ما فيش خالص بقى فبتكون ات اول. تمام? دي طبعا تيجي دول مع الصفات. اما دي صفات وفعل. ودي بتيجي في الجملة المنفية. فكل واحدة لها ايه حاجة مميزة. يبقى احنا ماشيين بدرجات. الدرجة القوية اوي اوي. اللي هي رقم واحد. اللي هي وصغب. الدرجة اللي يبقى عليهم الاقل شوية. اللي هي كويت وما فيش خالص يبقى ات اول. مش بحبها ابدا. يعني مسلا لو عملناهم فيه مسلس. فهناخدهم كده درجات دي فيها ات اول. دي فيها كويت. ودي بقى فيها التلاتة. خلاص? التلاتة دول هم الايه? الاقوياء جدا. تمام? كده سنة سبتة? بس ادي الحاجة الايه المهمة. بس تتركز في دي عشان دي اللي بيجي بعدها فع. دي تيجي مع الجملة المنفية. دول بقى بيجي وبعد دهم صفات. دي بتكون الى حد ما. يعني انا مش مقتنع من الحاجة دي قوي. تمام? طيب نقرب بقى الكاميرا شوية عشان حسن الكلام بايد. هنا بقى بيقول ايه? اعتقد ان الحاجة كويسة بس انا بفضل الاستغماء. يبقى هو بيفضل حاجة عليها هنا. بيحب الحاجة دي يعني الحاجة دي. يبقى هنا مش عاجباء. يبقى هنقول كويت. تمام? كويت جود. يعني حلوة لحد ما. طيب. انا مش بحب الكرة القدم. الله يا مستدن عندي هنا في يبقى اللي بتيجي في الجملة المنفية. طيب هاني بيستمتع بلعب اللي هو البل. طيب دي انا عندي هنا تبص في اللي بعديها. بنبص في الكلمة اللي بعديها. هنا يبقى ما ينفعش لا ولا صو ولا كويت ولا اتقول ان هي مش ناف. يبقى اخوي هنا مش عارفة شطر في كرة القدم. ده هو دايما بيغلبني. يبقى هو اكيد شطر جدا. يبقى ممكن تقول فيري او ريلي او سو. ما فيش مشكلة اي واحد منهم. احنا هنكتب فيري. فيري جودات فوتبول. طيب. الكتاب ده مش ممتع. الله ده انا عندي نافية بقى خلاص اهو. يبقى مش ممتع على الاطلاق. at all. you are so good at hide and seek but you are perfect at skateboarding. اركز لازم تقرأ لجملة كلها. بيقول لك انت شطر في الاستغمية لكن انت perfect يعني perfect يعني ممتاز. ممتاز في الايه? في الskateboarding. اتضح لك باستخدام اللوح. يبقى انا هنا شطر جدا. يبقى انا هنا لحد ما. يبقى انت شطر الى حد ما في الايه? في الفوتبول. تمام? طيب بعد كده خلاص? عشان نكمل هنا عندك بيبقى على طول هنا هتكون بعد كده ده انا عندي هنا نافية. يبقى وكان من جاية اخر الايه الجملة اهم. طيب بعد كده بيقول ايه? الله ايه بقى يا مس كويت دي ما هي هي اللي احنا اخدناها? لا يا باشا. خلي بالك من الكلمة دي والكلمة دي. دي اسمها كويت. تمام? اما دي اسمها كويت. دي معناها هادئ. خلاص او كام. هي بتسوي كلمة كام. اما دي الى حد ما. الى حد ما الفرن ما بينهو من هنا لايه برة وهنا لايه جوه. لما تبقى لايه جوه حتى النطق بيختلف هنا كويت هنا كويت. تمام? يبقى دي هي اللي عندنا اللي هي اخرها ايه? هنا بقى بيقول لك ايه? البيت ده اه جميل. ممكن بقى تقول اه كويت. دي اللي هو عايزة. جميل يا حد ما او جدا او ريلي عاصو. بس احنا ايه? هنكتب كويت دي. عشان هو جيب لكويت يعني. طيب ده انا عندي هنا نفي اهو. يبقى انا هنا هقول ات او. طيب ممكن ده يا سنة ستة. بس ادي الدرس بتاعنا خلص سهل جدا جدا والجرامر تافه. مفيش ادفة من كده. تعالوا بقى نحل على الدارس ايه التاني? طبعا هنا عندنا هجيب انا الليسن من وراء. اهو هو قدامكم مفتوح. وانا هقرأ الليسن ونبدأ نحل مع بعض. اوكي. هنضطر بقى ان احنا نعمل ايه ملخص كده? اهو. وانا هبدأ قرأ. بيقول ايه بقى? امينة از تيرتين ييرز اول. انا بحاول اخبي منكم يعني. امينة از ثر daddy's thirteen years old. when امرا از ت Russia was a little. she really like it games. that used a lot of imagination. she was very good at making up stores. she had a doll's house. some cuddly toys and some action figures. her favorite toy was cuddly toy. سهلة جدا جدا وخلص nice ikaw enoughbara can kom en bi Patterson بيقول ايه بقى? اميرا اميرا دي عندها كم سنه? اميرا هنا عندها سيرتين. احنا قلنا سيرتين. طلبة وشر سنة. طيب اميرا بتستخدم او بتحب الالعاب وبتستخدم فيها كتير من اللي هو الخيل. بعد كده اميرا يعني شطرة في تأليف القصص. اللعبة المفضلة عندها هي طيب تعال نشوف الاختيرات هنا بيقول ايه? يعني ايه انشطة بس يعني خارجية. انشطة خارجية. يعني ما ينفعش اعملها في البيت. تمام? طيب يبقى الكمبيوتر جيمز ولا واتشين تيفي ولا ريدين ولا كلايمين. دول كلهم ينفع اعملوا مجوة البيت. يبقى الكلايمين هي الاوتسايد. يعني التسلق. طبعا لو مش هتصلك في البيت هتصلك ايه في البيت. مغيش حاجة. يبقى الكلايمين والرونين اوتسايد اكتيفتيز. طيب ايوز ديفرنت كالرد تودروز سكوارز. انا استخدمت ايه مختلف ملون عشان ارسم المربعات. يبقى انا اكيد هستخدم اللي هو التباشير. طيب. لو لبست البادز دي هتحمي ايه? لو قاعد على الارض. يبقى مش هتحمي عناية ولا ازونية ولا معدتي. يبقى كده هتحمي النيز. الركب. تمام? طيب. بيقول انا عملت ايه لرجلي? عشان كده انا رايح للدكتور. يبقى انا اكيد هرت. يعني رجلي اتعورت او ازيت رجلي. تمام? طيب. نحل الباقي. بيقولي عندي يعني مربعات وبارك وهيدانسيك يونجر وطايز. بيقول هنا ايه? نور از ان جريت سيكس. بيقول لي نور هنا عندها هي في سنة ستة وبدأت المشروع بتاحها عن ايه? والالعاب. يبقى كده خلاص. يبقى دي احنا اخدناها. بعد كده نقطة. هي كانت بتحبها لما كانت ايه? يبقى اكيد يونجر لما كانت صغيرة. خلاص? طيب. هي كانت بتحب تروح فين? هتزهب لايه? يبقى ما فيش مكان هنا غير البارك. يبقى اكيد كانت بتروح البارك. تمام? طيب. هي كانت بتحب تلعب العب ايه? سكوير? ولا هيدانسيك? يبقى with her friend so we could hide a very long time. هي كانت بتستخبى الوقت طويل. يبقى هي كانت بتحب تلعب هيدانسيك نومبر فور. تمام? طيب. هنا بقى بيتكلم بيقول ان فيه علعب كتير حوالينا ومش عارفة او ايه لنفس الكلام من اللي احنا قرناه. هنا بقى بيقول لك واخد خاطر تحت كلمة interesting. كلنا عارفين interesting يعني مسير او جميل او مهم او رائع اصلي او شيء كده. طيب نحل بقى على طول ونشوف الاسئلة. اول سؤال معانا بيقول the opposite the underlying the word interesting is the opposite of. عكس كلمة interesting. احنا طبعا عارفين كلمة opposite هنا لازم كلنا نبقى عارفينها ان معاناها opposite العكس. فانتريستين هنا صفة حلوة. مش هتسويها god ولا هتسويها enjoyable ولا funny. فاحنا عايزين صفة وحشة يبقى boring. حاجة ممتعة يبقى التانية. اكيد هتكون مملة. طيب. if you are eight players we need the chairs in musical chairs game. بيقول لو احنا تمن لاعبين يبقى احنا محتاجين كام كرسي في لعبة الكراسة الموسيقية. طبعا انت عارفين لو احنا تمن لاعبين فاحنا بنقل لضربة. يعني بنقل واحد. ليه? عشان بنبقى في حد فينا مش هيلحق يقعد على الكرسي. فهيطلع برا وياخد كرسي باعي. يبقى احنا لو التمانية يبقى احنا عايزين كام سابن. عايزين سبع كراسي. طيب. skipping is an game we have to practice a lot. بيقول لك نقط الحمل هو لعبة ايدي. احنا لازم نتمرر الله كتير. يبقى اكيد هي difficult. تمام? ودي هتلاقوها في الكتعة. طيب summarize. لخص the first paragraph in one sentence. هلخص البراجراف الاول. الفقرة الاولى يعني في جملة واحدة. وبعد كده what's the writer's favorite game? هنشوفها دلوقتي. اللي هي ما هي اللعبة المفضلة لدى الكاتب. اللي كاتب الحاجات دي يعني. نشوف التلخيص السامريز. لو انت بتعرف تلخص وهتعرف تقول او هتعرف القطع بتاحتك كلها وبعدين تعرف تطلع كام كلمتين ثلاثة وتامل منهم جملة او كي مش هتعرف. فاخد السطر الاول على طول فهنقوله زرارة. دي اهي التلخيص بتاعنا وده هيكون نومبر ثري. نومبر فور بقى بيقول لك اللعبة المفضلة لدى الكاتب. تعالوا نشوف كده بيقول ايه? اخر حاجة هنا بيقول لك. هو طبعا بيتكلم على العاب كتير وهنا بيقول لك ان الحاجة لو الكراس الموسيقية كويسين لحد دماء بس هو بيفضل الايه? يبقى هنقول هي طبعا ما ينفعش اقول لأ عشان هنا الكلام راجع على الكاتب فهنقول هز وتنزل فيفريت جيم. فيفريت جيم. وترجع تاخد الاز وتكتب او اللي هو اللي هو اللي هو نط الحبل. خلاص? اهو. تمام? بس كده. طيب تعالي هنروح للايه? للترتيب. اقول حاجة هنا يا اولاد بيقول لي هي. هنبدأ بهي. ما تقولش بقى لايك. لان هي ما ينفعش معاها لايك. فما نقول لايك اس. يبقى هناخد ايه? دازنت. هي دازنت. وبعدين لايك. هو مش بيحب الايه? الاسكيبينج. دايما دايما يا اولاد بعد لايك بنجيب الحاجة اللي فيها اي 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 جي. وفي الاخر بقى اللي بنكتبها في اخر الجملة يعني هو مش بيحب سكيبينج خالص. طيب اي انا انا اي بقى فين الفعل think? اعتقد. اي think اعتقد ان التنس اهو اي think tenis is so exciting. اعتقد ان التنس اي حاجة رائعة او مصيرة. هنبدأ به what? بعد what لازم نجيب الفعل مساعد. عندي هنا was. what was? فين الفعل بقى brother? ما نفاش تجيب لوحدها كده. فلاس من my brother your brother فهكتب هنا your brother. وفي الاخر good at. ونحط question mark. تمام? طيب بعد كده هنصحح الغلط بيقولي I very liked playing with a transit. طبعا هنا عندي verb فهتبقى really. طيب ذا فيلم isn't interesting quite. اه دا عندي هنا لا فيه بقى هتكون at all. طيب بعد كده I was really good at hiding. ده طبعا هنبدأ نكتب I. وفي الاخر هنحط نقطة. والجملة هتنزل عادي جدا. في الاخر بقى هتكتب paragraph on your favorite games. العبك المفضلة. ودي ان شاء الله زي ما احنا متعودين. هنكتبها بعد من خلص الوحدة كلها. هنبدأ نكتب الparagraphات. تمام? بس خلص الفيديو بتاعنا النهاردة سنة ستة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. وارلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة